اشتركوا في القناة على قصة نجاح استثنائية هيك تحث على الجد والاجتهاد وأيضا على شرعية الحلوم خلونا نبدأ خلال الحلقة الماضية استضفنا عدة شخصيات حول مشروع هاكاثون حاسوبي اللي تم خلاله تجميع طاقات شابة للعمل ضمن مجموعات وإيجاد ابتكارات بمواجهة الجريمية صحيح مصطفى وهك خلال الأسبوع بدأت المنافسة وعمليا تم اختيار مشروع فائز ضمن عدة مشاريع ومقترحات اللي تم تقييمه وأيضا عرضه وللحديث الحديث حاليا رح يكون عن حلقة للفتيات اللي بتساهم بمساعدتهم في حال تعرضهم لمضايقات كيف وبأي تفاصيل هذا اللي رح نعرفه من ضيوفنا أصحاب وصحابات المبادرة بيان أبو ليل مساء الخير وبرتحنى ومعين مطر مساء الخير أنا تواجدت في مؤتمر حاسوب وللأماني بيانه شهديلي فيها عفاف كنت عم بلف بين المجموعات وبتطلع هاتفتكرات من دون ما عارف إنه هني المرتبة الأولى أنا قلت لين رح تكونوا معنا بالبناني صح؟ صح؟ من دون ما نعرف بس انتو بتستحقوا لأنه المشروع جذاب فبيان أعطينا هيك تفصيلي شو اللي بتكرتوا لتقولوا هذا شيء ممكن يواجه حالة عنف أول شيء احنا منحكي شكرا على الاستضافة أهلا نواصل تاني شيء احنا نحكي عن المشكلة اللي هي مش جديدة احنا نحكي عن المشكلة اللي كانت من القرون الماضية بس جديد بلشوا يهتموا لها بنهاية السبعينات أفكير بعد ما صلوا القوانين بس كمان حسب إحصائيات كتير من الجمعيات الأخيرة ما صار ولا في أي تحسن أو تحسن طفيف كان على التقليل من الاعتداءات الجنسية احنا نحكي عن مشكلة اجتماعية اللي مش بالضرورة منقدر نعالجها عن طريق المشاكل التقنية بسهولة فإحنا رحنا لمشكلة اللي هي كتير شائعة واللي هي أنه فقط 9% من النساء اللي بتعرض الله لاعتداءات جنسية بتوجهها عن جدل جهات خارجية مثل شرطة مثل أهليهن أو مثل صحابهن أي جهة مسؤولة اللي ممكن تساعد بالضبط في قلة طبعا بالضبط فمن هون إحنا انطلقنا واحدة من الأمور كان اللي كمان بدنا نعالجها هي قلة المعلومات اللي بتحججوا إن الشرطة مش موجودة عندهم وبحكونا نحن ما عنا معلومات اللي نحن نقدر نعالجها اللي عنف في الوسط العربي أو للنساء بشكل خاص فعشان إحنا قررنا كمان نزيد المعلومات عن طريق إضافة هاي الشكاوة أو هاي الإفدانس اللي رح يحكي لها كمان معين لأخارطة اللي رح نشاهد ويلا بيشنا بدنا نسمع تفاصيل معين دخلنا أكتر في الصورة شو بالضبط اللي عملتوه؟ أول شي إحنا عادنا نعمل براينستورمينج اللي ما يسمى بالعصف الذهني عشان نقدر نطلع فكرة حلوة اللي هي فكرة تعد غير احتياجين ففكرنا بالآخر أن نعمل زي حلقة حلقة الدين اللي هي كل حدا بقدر يلبسها كل صبية ومرأة تلبسها بهاي الحلقة بنحط إحنا زي مايكروتشيب اللي فيه وميكريفون صغير وبأي حال المرأة أو الصبية بتحس بأنه هي عم تتعرض لتحروج جنسي أو ببيئة اللي هي غير مريحة هي بتهس تليفونها أو بتلقر الحلقة بتعمل أي حركة اللي هي بتقرر أنه هي تعملها وتلقائياً ببلش هذا الميكريفون الصغير يسجل إذا هذا الإشي بسجل بتعفلها بحالة تحروج جنسي هي بتجمع دلائل وهاي كل المعلومات اللي بدي إياها وبنحفظ عندها بالتطبيق اللي إحنا نوفر لياها طبعاً بيئة إلا خاص إلا كل واحد عندها نحكي على تسجيل صوت أم كمان صوت وصولة معين تسجيل صوت واحدة من الفيوتر بلانز كان نزيد كمان إكسسوارات حلقة خشوم مثلا حتى نتقدر تصور فرقاً أو نفس الحلقة بصير فيها طريقة معينة نزيد إكسسوارات اللي معقول يكون فيها كاميرا بس حالياً خلال يومياً 36 ساعة قدرنا نعمل بس ميكريفون صغير هذا مشروع مهم بس تعالني أعرف من روبرت كيف وصل طوله مش بسهولة يعني لو ما كان في هذا الهكاثن أو هذا الإطار اجتمعتم مش عن جد بتعرفوا بعد إذا معلومات صحيحة وكان مطلب منكم بيومين نطلع بناتج والناتج أخذ مركز أول شو المسار اللي ما لغتوب أنا كنت متعرف على معين معين عزمني على عسوب أنا متعرف عليه من بروغرام اسمه مت ولما اتفقنا تعرفت كمان عبيان ومعرفناش عن جد من وين نبدأ ومن أي مشكلة بس بالأول عدنا شي خمس ست ساعات بس نطلع أفكار نشوف مين نقدر نزبط يعني نشوف مين نقدر نزبط الأفكار اللي كانوا كمان قبل طوروهن أكتر يمكن وكان يعني بروسس طويل بس أول ما بدنا نشتغل وشوفنا إنه كلنا من نوصل نفس اللي الحلوة بالموضوع كان إنه كل واحد جاي من المجال فمثلا كتير فكرنا بأفكار اللي هي من ناحية قانونية كان مش سهل إنه ننفذها فهي كان موضوع مثلا يطلع فكرة أحكي لهم بس من ناحية قانونية ممكن ما يساعدنا لإشي من ناحية قانونية أجل أحكي لهم طب إذا بدنا خريطة معين بحكول طب نوعين بدنا نجيب الداتة لهذه الخريطة المعينة فحاولنا يعني كل واحد كان يرد على التاني وهذا عن جد واحدة من الأمور اللي كتير ساعدت اللي هي التنوع بالمجالات استمر يعني وإنت خبطت على الطاولي مثلا بخلال الست سبع ساعات لو قلت هاي المشكلة بتمركش عادل حتى الاتكار مش رح يمشي خبطت أكتر من مرش الصراحة بس مثل ما حكيت كل مرة كنت خبط على الطاولي كان يحكي لي لأ طب إيش مع هاي الموضوع الفكرة أجد ككل أنا أو أنت أو كمان أنت ممكن نمر بكتير أعتداءات جنسية وأنا كمان بحكي أنا بالمعدل بالأسبوع ثلاث أربع مرات إذا مش بشكل فعلي كمان على الفيسبوك وكمان على بكتير محلات اعتداءات الجنسية هي واحدة من الأمور بتصير بأماكن العمل بالتعليم احنا بنحكي كمان على شخصيات سياسية انتظر تحكي بأي محل كمان بوسائل المقبل العام الشارع بأي ممكن فأنا بحكي عن المشكلة اللي أنا بفكر فيها بدمو بالغة كتير من خلال اليوم وحكيت لهن أنا بدي أنا أصريت أنه تكون اعتداءات الجنسية واحدة مني لأننا بنرجع ومنقول كل واحد معرض مش مهم شو حالته الاجتماعية قداش عمره وما إلى ذلك معين وكمان رح نحب نسمع يعني إجابتكو التلاتي بس أغلب المشاريع وأساسا هو يعني هذا المشروع كان هدفه وهمه الأول والأخير أنه يعالج قضايا العنف والجريمة بمجتمعنا أنتوا ليش حبيتوا تختصوا أيضا بموضوع هاي القضية النسائية التحرش الجنسية الاعتداءات الجنسية ضد المرأة زي ما حققت من قبل مرة عالم لهاتك هو عالم كبير صعب وفيه أشياء نعطفيه هاي قصة المرأة يعني بتشوفش كتير إشياء اللي هي مبدعة ولا إشياء اللي هي غير اعتيادية بهذا المجال فإحنا قلنا طب تعالوا إذا ولا حدا هون يعني إحنا مش شايفين إنه كتير ناس عم بيحاولوا يواجه هاي المشكلة تعال إحنا نحاول نواجهها والإشي اللي منيح فينا كمان طبعا إحنا يعني هاي كل قصة ريكورديم كل قصة تسجيلات هاي يعني بسيدر هاي جزء كان من حلنا إحنا عنا كمان جزء وهذا أفكر الإشي اللي كمان كمل كل فكرتنا طبعا إحنا عنا جزئين كان فائدي اللي هي فائدي خصوصية يعني للفارد للي بيستعمل هذا الإشياء فائدي اجتماعي عمليا كل تبليغ يعني كل إبلاغ بيسير عن طريق التطبيق تبعنا للبوليس للشرطة لأي لأي نوع من السلطة هاي إحنا بناخد هاي المعلومات ونحطها بزي خارطة اللي هي بسموها زي هيت ماب أو أي نوع من الخارطة اللي بتطور تساعدين يعني تساعدنا نشوف المعلومات والداتا بالضغط وين المناطق الحمراء اللي عم بيصير في كتير تكرار لتحرشات جنسية بنقدر نقدم هاي المعلومات لطبعا بشكل أنونيمي بشكل سري بالضبط للمؤسسات اللي بتطور تساعدنا نحاول ونعالج هذا الموضوع تساعدنا نعمل إشي يعني إمسك روبرت كتير من الصبايا ممكن اللي بيكونوا بيسمعونا بهاي اللحظات بيقولوا أوكي فيه مشكلة اسمها مضايقة ممكن تكون تحرش ممكن تكون تحرش لفظي اللي بالتالي طب أنا كمان فيه قباله الخصوصية تبعتي أنا كيف ده أضمن إنه هذا التطبيق مش رح يخترق المعلومات اللي أنا بدي أحطها مش رح يستخدمها ضد فيه من الأيام كيف اشتغلته على الأمان في قلب هاي الشبكي؟ الأمان كان كتير مهم بالموضوع كنا بس فهمنا إنه الموضوع نفسه كتير أساسي المشكلة كتير أساسي وهذا لش كمان أول شي خلينا كله أنونيمي يعني كله بحافظ على خصوصية المستخدم وحدي فيه أكاونت ومن ناحية الأبليكاتية اللي عملناها وكله كنا كمان نعطي إنه مش بس مش بس للشخص واحد إنه يعوزها كمان لإنه نعمل كومبينيشن شيت كمان أنا كيوزر كمان أقدر أستفيد منها حتى لو ما كنت بس بدي أفوت وأعطيت الأعمال وفكر مهم يعني كل مستخدم بهمه كمان إنه كل هاي الأمور تكون إن كان الأمان وإن كان كل موضوع الدمج بيان شو الخطوة الجاي يعني إحنا دائما منقول هيك الهدف عن جد إنه يكون فيه هاي الابتكارات بعد هذا العصف الذهني والمجهود اللي عملته خلال مساحة هالوقت الضيقة كيف بنقدر يعني نوخذ هذا الموضوع خطوي للأمام الخطوة اللي بعدها إحنا حريرين رح نتوجه لشركات الأكسيسوريز اللي هي شركات معروفة هنا على المستوى الوطان وكمان على مستوى العالم أو المحلات الدهب أو هاي كل هاي الأمور ورح نبدأ شغل معهم اللي نعطيهن الميكرو تشيب هاد اللي حطوه في الأكسيسوريز طبعا هاد موضوع كله موضوع بزنس مش موضوع واب كيف تتوقع أنه هاي ياخد كتير وقت بس لا مش هاي ياخد كتير وقت لأنه صناعة الميكرو تشيب هاي إشيء اللي هو كتير منشر حاليا بالباعلم الهاي تك بارش قدش انتو مع الموضوع بس بس ويهي براه الدائرة بنعرف طيب فونت بتعرفه على العموم فهذا ما رح ياخد كتير وقت بحكم انه الاكسسوري موجودة وكمان المايكروتشب موجود فالدمجهن ما رح ياخد كتير وقت كمان موضوع بحب انوه عليه اللي هو موضوع الجنس الآخر اللي هو الذكور احنا ما مننكر انه كمان نسبة الذكور عالي بتتحرش لا اعتداءة جنسية فالاكسوريز كمان رح تتضمن الجنس الآخر ورح نمسع كمان لساعات الخطوة الجاي ساعات وكمان العقد جميل جدا معين هكس سؤال الاخير وانتو تحضروا البرزنتيشنز او تشوفوا ايش المجموعات الاخرى اشتغلت بهكتر حاسوب كان في انكو شعور انه هذا منافس جامد هذا السؤال عن جد محلو كان فيه مرحلتين بهكتر حاسوب مرحلة تصفي اولا انا مني وعلاي تصفي اولا ما طلعت عرضت كان اعجبني كتير عرضي بالتصفي الثاني كان هكا شوية اكتر ناس ضغطها التكنيكال بروبلم زي ما بيقولوا كنت قاعدة عالبي انه احنا نكون من اول ستة طلعنا من اول ستة وطبعا كان فيه كتير كتير افكار مبدعة اللي انا يعني بشي مرحلة كنتش عارف وين احنا يعني كان اولو تالتي تاني وهي عم تقولي احنا اولى احنا اولى احنا اولى وانا مش عارف زي اخنا يعني احنا بخلال من اول تلاتة يعني كنت انا عارف انه احنا طبعا عملنا اشي كتير حلو مميز بس كان في كتير اشياء اللي بتعالج عدة مشاكل وعدة اطارات اللي هي كتير كانت مهمة وكانت كتير طبعا مبدعة واشياء مفيدة جدا روبرت ايكا قداش بتحسوا اليوم بعد الفوز وبعد ما اشتركتوا اشياء تعرفتوا عباعت عرفتوا عباقي المشتركين انكشفتوا على كل المشاريع قداش بتحسوا انها خطوة كتير مهمة للكو وعن جد انكو عملتوا اشي مهم وانتو عملتوا اشي مهم نفسه كان والله بجنن نشتغل مع بعض ونشوف كيف كل واحد بزيد فكرة ويعني كل المشاكل اللي تلعوا مع التخنولوجيا انه معرفناش عن جد كيف انحلهم بنفس الوقت كنت اسأل تعانوا انا معين لما كان كنت متساعة باشي او بيان نزربة ايجابية من قدر ايجابية طبعا وهيكا كل المشاركين كل المشاركين كانوا نفسهم كان جو رائع انا قاعد ساعة ونصف كنت بحب انه لو بضل كمان اربع خمس ساعات بسلي وفيه كتير انتاج زافيونز مجال ازيد كمان شغلي بدي احجاب بدي احكي شغلي اللي معينه وروبرت انه ولاد مدرسي يعني احنا بنحكي على ولاد 17-18 سنة كتير مهم بالنسبة لكتير ناس يتوجهلي بخصوص انه ما عندها اطر فبدي احكي للناس اللي بتشوفنا حاليا اذا عندكوا اي اهتمامات في الهاي تيك في موضع تقنية كمان حاسو بتقدر تساعدين كتير حاسو بجمعية غير ربحية موجودة لأكتر من سبع سنين اللي بتساعد كل الناس بخصوص ريات العمال بخصوص تعلم لغات برمجة وبخصوص توجيه للجامعة نشكا ربع زيوت ضيفنا الأسبوع الماضي وبالتالي في كتير من شريحة الجمهور كمان تعرفوا عليه بشكل اعمق ديان ابو ليل روبرت حمى ومعين مطر يعطيكوا ألف عافية ومجردين شكرا والآن إلى قصة إنسانية بتجسد معاني كثير منها تحقيق الأهداف ولو بعد سنة والطويلة ومنها التفاني في تربية الأبناء وجعل مصلحتهم وتعليمهم على رأس سلم الأولويات وأكيد بالنهاية أنه لكل مجتهد نصيب بصرف النظر عن الظروف يا عفف عن كل الظروف وأيضا بصرف النظر عن المرحلة العمرية هيك ويمكن هالموضوع برجعوا بأكد أنه ما العمر إلا رقم وبس رقم فضيفتنا تخرجت من كلية العلوم والشريعة الإسلامية بجيل 85 عام الله يعطيها الصحة والعمر المديد وعن قصتها اللي راح نتحدث فيها بهالفقرة أكيد هي قصة تستحق الوقوف عندها وفي كل تفاصيلها أيضا أني تنضم لنا الحجي أم سهيل جهاد بطو مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا وألف مبروك ألف مبروك بارك فيكم بارك فيكم مش بسيطة إحنا عنا كتير أسئلة مش بس يعني لحد الوصول للشهادة ولكل موضوع الامتحانات والمرور فيها بس أم بدي أرجع معك لسنة الست وثلاثين وما يعني هاي السنة اللي ولدت فيها في نابلس والطفولة شوي قد بتتذكري مشاهد من طفولتك سواء في نابلس أو في المجادل في نابلس بذكرش إشي طبعا لما كنا في المجادل كنت شاطر في المدرسة كنت أنا الأولى بالصف كان صفنا كله سبع بنات أنا الأولى بالصف سكرت صار بعرفت شو صار سكرت في المدرسة عندنا قلت لأ أبوي وديني عن دار عمي كان دار عمي ساكني بالناصري قال لي لأ بديش أوديكي زعيلي تروح تنمت بالشميس أجيت مرضت مرضت ونمت بالمستشفى عشان المدرسة عشان بديش أروح على العشان بديش أخلي أنا عن دار عمي مشان أنا أروح على المدارس هذا اللي بحضرت بس بتذكره هناك أنهيت تعليمك يعني وقف التعليم كالحال وقف التعليم أه لأنا بعرفش ليش سكر بذكرش ليش سكره قبل سكر تعليم سكرت المدارس بس يعني بجيل صغير تسكرت المدارس سكرت المدارس أه إسه لاش سكرت معرفتش إسه لما طلعت أنا من المجادل بالـ 48 صار الهجاج كنا كاعدين بنا نفطر بالمغارة واجعت علينا كونوا بالعضاهر اللي بغارة حملنا فطورنا وطلعنا ومشينا مشينا من المجادل أنا حامل أخوي على ظهري عمره أربع سنين من المجادل للناصر للبير لمير وأنا حاملته المهم ما وصلنا لبير لمير هناك قالوا الطفال إحنا طفال كنا الطفال يناموا في الشيء هنا صحور الكبار يتصحر وإحنا فطرناش كانت صحر نمنا بجوع الحمد لله كانت رمضان عم تحكي الأوضاع صعبة كانت جدا كانت الأوضاع كتير صعبة جينا على الثاني يوم الصبح أجي عمي أخذنا من المير لمير أخذنا عن ناصري قاعدنا يوم يومين عندهم بعدين نستأجرنا دار وسكرنا بالدار بس أبويا الطبيعي ما كانش معنا بدوش يروم بدوش يجي معنا وإنت رجعت على المدرسة يعني لما سكنت بالناصر رجعت على المدرسة عن الناصري فتت على صف رابع فصلت بصف رابع قالوا الحرام تضلها بصف رابع طلعوها خامس يطلعو كسر طلعونا على خامس فصلت بصف خامس طلعت الأولى على كل الخوامس إن شاء الله أجت أمي مرضة الله يرحمها ولا بتقول ولا ممكن ترجع على المدرسة يا أمني أحي قلت لولا ممكن قلت لولا ممكن أروح على البيت قلت لأنا بورجيكي ودت لعمي عمي كان هون مسيطرة على العيلي قال لي فش ترجع على المدرسة يعني وهديك الساعة حسيت وأنا نكمت على جسمي وعلى حالي إني ليش بدش أتعلم بالمدرسة كان السبب بس لأن والدتك الله يرحمها ضعفت فبالطالي كان في إلك دور إنك تكوني موجودة في البيت أكتر عندها توم وعندها كمان ولد أصغر من التوم وعمليا وقفت عن الدراسة بهاي المرحلة وقفت عن الدراسة للآخر يعني حتى تجوزت وخلفت أصار الأولاد بصف أول بلشت معهم بصف أول أتعلم معهم أدرس المادة وأتعلمها تدرسي من كتبهن؟ من كتبهن فكروني إن أنا بعرف وأنا لا بعرف ولا عبالي أدرس من كتبهن أحفظ المادة وأعلمهن إياهن ظلتني ماشي معهن لصف 12 صورت أحل الرياضيات صف 12 خلص الأولاد طلعوا كدهن أحفظ تبستني أحجي إذا الرياضيات بدون ما حدا يشرح لنا إياه يعني أصعب شوي إحنا منحكي على على في يعني عمليات رياضية اللي مش للكل ممكن تكون سهلة ومستسادة لا مش كل واحد هاوي بس أنا قصدي كيف أنت قدرت في مواد اللي مش بسيطة سواء في الكيميا في الرياضيات يعني بهاي المراحل كيف كنت تتعلم حالك؟ أدرس المادة أدرس المادة قصده أدرسه قصده أفهم يعني من الكتب من الكارريس اللي بوجوده من الأولاد من الكتب الأولاد كبر الأولاد صرت أجيب من عند أولاد أخويا بتعلم بالمدارس أجيب من عند كنت هاوي رياضيات كتير أجيب أسئلة رياضيات أحل الهنيهن وارجع الهنيهن هني درسوه للماد كيف يعني كيف أحل خلص كيف أعرف شو أحل أوديه لينياهم ضلتنا على هالرشة بعدين صرت أقلم أولاد الجرام مشان أعلمهم أعلمهم رياضيات صرت تعلم المادة اللي أنت درستيها اللي درستي أعلمهم للولاد كيفوا دار الزمان أحفاجنا واحد من أولاد جرامنا اشتغلنا شغلة بموسير بقول له كدهش بدك أجار كل الرياضيات اللي كنت أعلمي ما نسيش وين تطلعت قضية الانهاء شهادي أكاديمي وين تفكرت تعلمت بالأول أحكام القرآن وتجويد القرآن أخدت إجازة رديت كمليت تعلمت القرآن عن غيب حفظت القرآن كله ثلاث سنتين يمكن ثلاث سنين حفظت القرآن عن غيب كلهات وأخدت إجازة شهادة بعدين قالوا لي فيه تعليم بالناصري جامعة الكفر برا كنت نقول يلا بالناصري قريبة تعلمت سنتين ولا بقولوا مضلش طلاب يرجع عكفر برا رجعت عكفر برا صرت كل يوم جمعة نروح بتاكسي مع صاحبات التنتين نروح بتاكسي نروح بتاكسي أجت الكورونا لما أجت الكورونا صرتنا على الزوم أعلمون أولادي كيف حاجة علمتي على الزوم على الزوم كل الامتحانات عملتين على الزوم ماشاء الله عليك كنت أخذ الأولى يعني بالأجوبة دايما علماتي عالي دايما علماتي عالي عصيرة الزوم والامتحانات عزوم كيف كانوا يتعاملوا مثلا أنا عارف طلاب وطلبات أخرى كان فيه فرق جيل إذا ممكن يكون كمان فيه بالغين وبالغات حواليكي بس يعني حضرتك 85 سنة مش بسيطة ومش من كل يوم ممكن تشوف طالبة موجودة بهذا العمر يعني حالي خاصة لا مثل مثلهم مش خاصة كان فيه بأعمار كمان لا ولا واحد بعمر كلهم أصغر من فيهم جيال من أحفاد طب كانوا هني يعملوكي بشكل مختلف آه واحدة بتكون تيتا أنا غش آه يخدروني يعني كثير كثير كانوا يحترمون كثير من المعلمين من الطلاب كيف ما أدور محترمة طب حاجة أم سهيل الدراسة وبالذات لما عم نحكي على تخصص أصول دين وديبلوم في الدين الإسلامي مش سهلي وصفيلنا كيف كنتي تدرسي بالبيت صعوبات الزوم أكيد يعني هاي مرحلة مش هوايني لأنه البيت عندي الحمد لله يعني هادئ ولادي كلهم متجاوزين فيش عندي حدا يزعج وانا من طبيعتي بحب الهدوء السبسطيل هادا الهدوء كليات وضعنا أدرس لحد اليوم بعدني بدرس وكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بعدني بدرس اليوم بتقولي لو بالستين بالسبعين عملتها ممكن هل بتطلع على الموضوع أنه تأخر شوي ولا بتقولي لا أنا ممتاز بجا بوقته لا 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 بقول كل إشي بوقته لا متأخر شوي العبال كل إشي بوقته أسه أجا وقته عملنا عملنا امتحنات وكيفنا ومشاء الله عنا حاجة أم سهيل عادة لما منفرح بنجاح وبشهادة منقول الخطوة الجاي راح تكون هيك شو حابة أن تكون الخطوة الجاي عم بتفكري بكمان دراسة معينة استكمال دورة شهادة عشو حابة قاعدة بكمل حفظ القرآن عن ورش يعني غير عن اللي نتعلم إحنا ما نتعلم عن إشي إسه في قرآن عن واحد تاني غير عن قراءتنا إحنا بستعملوها بالجزائر بستعملوها بتونس غير عننا إحنا فمتوسعي يعني أفرق يعني مثلا هذا بيقول إحنا شكيل هني بيقوله شكيل بس الكل موثق من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعترف فيه إسه بدرس هذا الموضوع أنا جميل درسة كمان تنشيط العقل كيف منقرأ الكتاب بسرعة 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 بدون قراءة هيك على المصحف نعمل هيك هيك إسه بعدين نمسك المصحف نقرأ سبحان الله عراي هن بمسك الموخ إشي من الأحساب إنه نصير بس نتطلع بعينينا بدون قراءة آه بدون قراءة وبعدين نقرأ بعدين نقرأ سبحان الله هذا تركي حلو ننتعلمه معناته تير حلو إسه في واحدة عندها سبع ولاد سبع شباب وأربع بنات حفظة الكرآن بخمس ساعات عن غيب عن غيب تخيل بهاي الطريقة بشكل هالطريقة مدروسة علميا كمان حاجة يعني خلال يومين الماضين كتير ناس احتفلوا فيك في مجتمعنا وكأنك هيك نقطة أو بقعة ضو طلعت لنا من قلب حالي مش كتير مريحة نظرا للي بيصير في مجتمعنا شو وصلك شو أحفادك شو أولادك يتعاملوا أولاد يعني من دون إشي كان كتير دعميني معنويا وساعدوني هني اللي علمون عزوهم كل ما أشوف إشي عطل على الكمبيوتر يجي يساعدوني يطبعوا لوراك أعمل الامتحانات وأبعثين أعمل الوظائف يطبعوا لوراك وأبعثين للمدير كتير كتير يساعدوني كتير كتير بأيدوني وكتير كتير بيحترموني ويحبوني الله يخلي لك إياها وحاجة بجملة أخيرة اليوم إذا في كتير ناس عم تحضرنا وبتقول راحت علي لو أنه قبل العمر أخذني شو بتقولي لان بقول لهم استمروا تطلعوش للورا استمروا حطوا هدف قدام عينيكم وقولوا لازم أصل هدف هذا الهدف بأي حال أنا قبل تلت سنين عملت مقابلة بمكان قالوا شو هدفك الأخير كنت هدف الأخير أتخرج من الجامعة ولا كنت ناوي أفوت عجب ما وليش سبحان الله حققت الهدف حققت الهدف سبحان الله جميل جدا يعني حاجة جهاد شكرا لعلك منكبر فيك ومنكبر بهاي الطاقة الرائعة أم بفكر أنه أكتار من الناس إذا بنقول أنه إحنا فخورين بالأملتي وسعداء فعلا بالنتيجة اللي أنت حققتها ويعطيك ألف عافية منكم نعبر عن كتار من اللي عم بتابعونا بهذه اللحظة شكرا أنك حضرت لبرنامجنا وإحنا عن جد سعداء وعلمتينا كتير دروس بالحياة شكرا الحياة الحياة لازم تستمر ولازم نتعلم وكل ما كبرنا لازم نتعلم أكتر ولازم كل ما تعلمنا لازم نعطي أكتر ونفيد مجتمعنا أكتر مشان يلقى شوي مجتمعنا خلينا نلحق الركب بهذا المتركيين متقدمين إحنا دائما بالمؤخر ليش دائما بالمؤخر ليش ما نتقدم إحنا لما أولادنا بتربوا وبتعلموا جيالنا بسيد بتتقدم بتتعلم ليش إحنا نظلنا هيك متأخرين رسالة مهمة يعطيك الصحة وشكرا جزيلا لإلك وإلى موضوع آخر لا يقل أهمية وفي الوقت اللي فيه ما زلنا نواجه موجي رابعة من فيروس كورونا بتواصل لإحتجاج الأطباء المتخصصين على ظروف عملهم في مشافي البلاد وبشكل خاص على كل موضوع مصطفى مدة ساعات المناوبات اللي بتوصل إلى ما لا يقل عن 26 ساعة متواصلة صعب حتى أتخيل أي قدرات يجب أن يتحل فيها الطبيب اللي عن جد لازم أنه هيك يشتغل بمسؤولي كبيري لمدار 26 ساعة متواصلة كاميرا التقدير للأطباء بتشتغل 23 فمش عن جد فرق كبير ولكن فعلا هذا النظام كتير صعب وبحاجة لمجهود جسدي ونفسي واليوم في احتجاجها يجمع ويشمل 1600 طبيب متخصص ومتدرب بالإضافة لطلاب طب في مراحل التطبيق العملي أيضا كانوا عم بيهددوا في هذه الأيام بتقديم استقالة جماعية من أماكن عملهم في حال لم يتم تقليل ساعات العمل لـ 18 ساعة على الأقل بالإضافة لهيك توجهت منظمة الأطباء المتخصصين مرشام إلى رئيس الحكومي وإلى وزير الصحة أيضا وليصدر تعليمات متعلقة في هذه القضية وعن الاحتجاج معنا دكتور رياس حويلا يعطيك العافية أهلا وسهلا دكتور أول إجد خلنا بصورة الوضع لمن لم يسمع بما أنه كل يوم نسمع أطباء سواء متعلق بكورونا أو بأمور أخرى المتخصصين ماذا يريدون في هذه القيام؟ مجموعة تحت الأطباء المتخصصين هي مجموعة كبيرة هي اللي بتشغل أغلب الأطباء الموجودين بالمستشفيات وهن اللي بعملوا المناوبات لـ 26 ساعة هن اللي بكونوا موجودين لحالا بساعات الليل بالأقصام المختلفة بالمستشفى وبيكونوا مسؤولين على كل المرضى وعلى المعالجة الطبية تحتهم كل ما يتعلق فيهن بمدى الليل والحط الصباح وإحنا بعد عشر سنين من الاتفاقية السابقة بين الأطباء والحكومة بدنا نوصل لمرحلة نحسن فيها ظروف العمل عشان إحنا منشوف أنه فيش عن جد مجال الأطباء يكملوا يشتغلوا بالمنظومة اللي إحنا وجدين فيها إساة حاليا الإشي أثبت علميا أنه بدور بصحتنا كأطباء وبدور بالآخر بكيف إحنا نقدر نساعد مرضى دكتور يمكن إحنا بحاجة أنه نوضح يعني اليوم نقول مناوبات 26 ساعة متواصلة واحدة من المطالب الأساسية والرئيسية اللي عم هيكا يرتكز عليها هذا الاحتجاج فكرة أنه توصل لـ 18 ساعة مع السمين 16 زائد 2 لو تشرح لنا شو الفكرة؟ وهل هذا النموذج يعني من نماذج عالمية ليش تحديداً 18 ساعة؟ يعني الفكرة كانت أنه نهار العمل بالمستشفى العادي بيبلش على الساعة 8 وبيخلص على الساعة 4 8 ساعة عمل زي بأي محل تاني بعد هاي الساعة العمل بتبلش المناوبة إسا الأطباء عادتاً بيجوا من بداية نهار العمل حتى بداية نهار العمل التالي فهن بيشتغلوا 26 ساعة أو فيه يعني مجال ساعتين لتمريق المعلومات لحد الساعة 10 الصبح باليوم التالي فالفكرة هي أنه نموذج 16 زائد 2 وأنه نشتغل إحنا 16 ساعة والساعتين يكون عنا مجال لتمريق العمل فالفكرة أنه الطبيب المناوبة بيجي مش من النهار العمل الصباحان إلا يجي من ساعة 4 بعد ما يخلص نهار العمل عند الباقي وهو ساعة يمسك القسم جميل طب بعد كل ما حدث في الأيام الأخيرة هل كان في أي تحرك بإتجاه مفوضات أو على الأقل ما يشبه هذا المسار يوم السبت بالليل إحنا ظهرنا من خبل منظمة ميرشام إبال بيت وزيرة العمل أورنا برني بربي باي اللي هي مسؤولة على تختم على الاستثناء اللي بيخرجنا عن قانون العمل اللي هو كل سنة عم بيختموا عليه عشان إحنا نشتغل بهاي الساعات عشان مش قانونيا بدولة إسرائيل نشتغل هيك ساعات فإحنا توصلنا لبنشكل ضغط عليها وعلى من صاحبين الخرارات بإنه يوافقوا على هذا النموذج حاليا حسب المعلومات اللي عندي إنه وزارة الصحة موافقة أو الإدارة وزارة الصحة موافقة فيه شوي معارضات من نخابة الأطباء الرسمية اللي هي بالأساس يعني مكونة من الإدارة تاعت الأطباء اللي هي تنبه مش دايما لمصالح الأطباء المتخصصين صحيح فيه هنا شوي تعارض بالمطالب دكتور ليس يعني عفاف لما قرأنا الرقم 1600 طبيب متخصص مشاهد لا يستهان بهذا الرقم اللي عم بلوح باستقرار تقريبا ألفين حاليا هل برأيك الألفين هو يمثل أو فعلا يعكس وجهة نظر الأطباء المتخصصين في مستشفيات البلاد يعني هل فيه ناس غابوا فعلا عن الاحتجاج وكأنه مش عم بنزعجوا من الشروط الصعبة اللي عم بتعيشوها الصعب أتخيل يعني فيه شحد أبحكي معه من زملاء إلى العمل بالمستشفى اللي أنا فيه وبمستشفيات تاني اللي بيحب شغل المنوبات الـ 26 ساعة الإشي بيضر بالحياة الشخصية بشكل لا يصدق اللي عنده أولاد اللي عنده عائلة ما بيقدر يأزل بس أي حياة شخصية بعد 16 هو لو إنه 18 بيكون فيه شوية حياة شخصية يكون على الصبح الواحد يشوفها العالي لا وهي بفكر يعني أوكي إحنا دايماً منقدس مهنة الطبيب وهي الرسالة المهنية والإنسانية بس كمان بعد اللي شفناها بكورونا يعني كتير بهمنا أن الأطباء عن جد يكونوا عندنا قدرة على التركيز على اتخاذ قرارات مصرية في الكثير من الأحيان وبدي أسألك أخيراً دكتور الياس يعني هناك من يقول هل التلويح باستقالي عن جد من محل صادق يعني بتشوف حالك اليوم وانت بمرحلة التخصص أنه نناخد أسوأ سيناريو إذا لم تستجب الوزارة أو الوزارات المختلفة لهذه المطالب ممكن عن جد يكون فيه استقالي أنا بفكر أنه هذا من أصعب الخيارات اللي الأطباء ممكن يخدوه أنه زي ما أنت قلت لدينا مهنة لدينا هدف سامي اللي إحنا نخدم للمجتمع وغير المصار طبعاً لكل مرأة طويل اللي يوصل لهذا المحل فمش قرارة هوياً بس إحنا شايفين أنه هذا الإشي هو الأفضل لإلنا كأطباء وللمتعالجين للمرضى كلهن وللمنظومة الطبية بالدولة يعني منفعش نكمل بهذا المحل عشان هيك يعني وصلنا لهذا المحل اللي هو يعني ضروة الاحتجاج تاعنا إذا بنجح بفكر مصطفى هذا الاحتجاج وبتتقل الساعات المناوبات لـ 18 كل الأجيال اللي جاي بعدكم من الأطباء رح يكونوا شكرين كتير لأنه عن جد ظروف عمل قاسي صحيح جداً يعطيكم ألف عافية ورح نتابع أكيد هذا الموضوع دكتور الياس حويلة شكراً والآن إلى فقرة أخرى وموضوع آخر يحمل بعد اجتماعي أسري وتربوي صحي واقتصادي أيضاً نحكي عن الزواج المبكر اللي بدون أدنى شك بأثر على الشركين للمدى القريب وأيضاً للمدى البعيد ويؤثر على الحياة الأسرية بكافة جوانمها صحيح مصطفى وهك في كتير أسئلة يمكن حول هذا الموضوع رح نترحى ورح نطرق هذا الباب بعد لحظات ويمكن واحد من أبرز الأسئلة رح نسمع وانت أقر قانون يمكن هيك اللي يوضح أكثر متى ممكن أن يتزوج الشخص بشكل خاص نتحدث عن الفتاة بمجتمعنا لأنه عندما نقول يعني زواج مبكر فهو مرتبط مية بالمية فهو أيضاً متعلق بالسن القانوني ورح نسمع الكثير من التفاصيل عن هذا الموضوع مع ضفتنا اللي بترافقنا في هاي الفقرة سيدي جهان إسليمان المعالج الزوجي والأسرية المؤهلة وأيضاً مرشدة معالجين مساء الخير وأهلا مساء الخير مساء النور عدرنا يا سيدي جهان كل الوقت عم نحكي عن الزواج المبكر منه إحنا صغار كنا عم نسمع أن هاي مشكلة موجودة أولاً هل فيه طريقة لقياس حجم المشكلة اليوم يعني فيه معطيات بتبين أنه الموضوع بعده يستحق أن يكون في العنوين ولا المجتمع اختلف أول إشي هيك نحكي على المصطلح بدقته هو تزويج القاصر وليس زواج مبكر أو زواج القاصر لأنه القاصر لما تزوج هي تزوج عن طريق ولي أمرها أو الوصي عليها فهي مهمة للدقة والقاصر هي اليوم الحديث على تحت الثمانتعشر سنة إذا إحنا بنحكي على القانون اللي فيه سن موضوع زواج القاصرات كان بسنة الخمسين الف تسعمية وخمسين وبهذه السنة أقر أنه يكون زواج تحق فوق السبعتاشر سنة وإذا ديكون تحت السبعتاش بدي يكون فيه عن طريق محكمة الأسرة هي الي تعطي الأسباب وكان جزء من الإشي كل موضوع الحمل تحت الجيل وكانوا كأنه اعتبروا السبب اللي اليوم هذا السبب فقد من قيمته واليوم الدولة أو التعديل اللي صار على القانون في سنة الآلفين وثلاثتاش ما حتى اعترض على كل هاي الأسباب شو صدت التعديل بالألفين وثلاثتاش التعديل بيقول أنه تحت الثمنتعاش ما بيكون فيه زواج وطبعا إذا بيكون تحت الثمنتعاش فوق السبعتاش باستطاعة القاصر الفتاة أو الشاب أنه يقدم طلب عن طريق المحكمة الأسرة هو أو الولي أمره أو اللي بده يتزوج حدا تحت الثمنتعاش يقدم طلب للمحكمة والمحكمة بتبت بهذا الطلب اللي هو ديكون القرار كأنه ديصب بمصلحة القاصر وفعشان هيك الأشي بيكون مدروسة كثير وتقريبا كل الطلبات بغالبيتها ترفض يعني عدد قليل جدا اللي بيكون وكتبنا نحكي على مدى شيوع هاي الظاهرة تزويج القاصرات قديش منقدر ربما نرصد معطيات أو نحكي يعني إذا إحنا منحكي عن المعطيات الرسمية بالأساس بال2016-2017 إن عمل إحصاء اللي هو كان لكمان قدم للكنيسة واللي حكي على تقريبا 770 بال2016 تزوجوا هذول اللي قدموا للوزارة الداخلية طلب بإنه يعدلوا من بنت اللي تزوجت لفتاة زوجت وكمان بال2017 كان يعني مش كثير أقل كان 672 تقريبا طلب طبعا إحنا ما منحكي على الطلبات اللي ما تقدمت اللي هي بعقد براني وما ما توجهه وغالبية الطلبات اللي بتتقدم ممكن تكون بسبب حمل للفتاة وبدهن يسجلوها إنها هي متزوجة عشان الولد يكون في بعض أحيان كان في حالات اللي بتم تزوج القاصر مش عشان حمل ولا عشان مشكة عشان أجا وقتها وفي ابن حلال يعني عادة كانت هاي نوفرات اللي تستخدم هنا نحكي عن حالات لا تسجل بتصير من تحت القانون من فوق القانون شو ما بديك سميها هل في كيف ترصد أمامكم كمعالجين كمهنيين في المجال اليوم في تشديد كثير على هذا الموضوع يعني اليوم أي مأذون اللي هو رسمي ما بيعملها كخطوة لأنه يعرف أنه في عليها مسائل قانونية حتى لأبو البنت أو للي بده يرتبط بقاصر كمان في عليها مسائل قانونية نحكي عنها جنحة جنائية اللي هي بتصل لحد سنتين فاليوم في تشديد وبالذات بعد هاي الجلسات اللي بتقول أنه في قانون وهذا القانون مش عم بيكون يتم تنفيذ يعني على ما يبدو بنفهم على الأقل من المعطيات اللي رصدت قبل ما يقارب أربع خمس سنين ما زال في تعني أقوليك تجاوز لهذا القانون لهيك ستجيهان بهمني أسألك واضح أنه التوعية ربما هي واحدة من أهم الأدوات في هذا الموضوع وإحنا بنعرف إذا بدي أخذ يعني جيل 17 اللي هو قريب جدا على 18 أنه يعني كيف شكل حياة طفلي فتاة متزوجة بهذا الجيل في عبق نفسي عبق اقتصادي عبق أسري كيف التأثير بك؟ بالضبط يعني اليوم إذا إحنا بننيجي نطلع على كل موضوع جيل الزواج المناسب حتى مش كقاصر ممكن يكون بعد ما تكون أكثر من 18 هل هي بنت اللي هي أهل إنها هي أو كفو إنها هي تتعيل بيت زمان لما كانوا جداتنا قبل 60-70 سنة كانت بنت 14-15 تكون بتربية بيت أبوها بتنتقل لتربية بيت أهل زوجها بتكمل هناك بربوها بربوا معها ابنها كانت البنت تقاص تأهيلها للزواج إذا بتعرف تطبخ وتمضف البيت لأنه كانت ما كانت تتعلم البنت فكانت ممكن تكون يعني صف تعلمت صف أول الحروف ويمكن كمان ما تعلمت فبالنسبة إليه كانت بنت 14-15 جاهزة للزواج بالذات إنه كان في كل موضوع التوقع منها إنها تجيب 8-10-15 ولد فكمان كانت بدها تلحق تجيبهم فكل الثقافة اللي كانت تساعدة بهذه الفترة كانت كأنه يبين الإشي مقبول وعادي اليوم مطلوب من الفتاة وغالبا ما بتعيشش عند بيت أهل زوجها بدها تدير بيت هي وزوجها لحالهم بدها تقدر تتعامل مع قضية الزواج وكل تحديات الزواج بدها تتعامل مع تربية طفل بهاي الفترة لتربية الأطفال اليوم مش زي زمان يعني زمان كان فيه مساعدات كان اليوم الأم بدها تتقف قدام كل التحديات هاي وتقدر تقوم بحمل بيت مادياً اقتصادياً وحتى اليوم كل موضوع للتحدي بالمع البيئة اللي حواليها والوقوف أمام مجتمع كامل وبيئة كاملة اللي اليوم كمان كامرأة عربية إذا إحنا بنجي نحكي بالمجتمع العربي مطلوب منها كثير إنها هي تقدر عشان تقدر تقوم بهذا الدور جميل السيدة جهان سلمان المعالج الأسرية ومرشدة المعالجين يعطيك ألف عافية وشكراً لعلك على هذه المعلومات شكراً سيدة جهان وإلى فقرة أخرى وبدأ مؤخراً العمل على مشروع اللي يعزز مفهوم صناعة المكان ويحمل اسم قلب البلد هالمشروع بادر إلوه كل من المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية تشرين بمرافقة إعلامية من مركز إعلام إذن قريباً رح تكون الانطلاقة في واحدة من المدن الأربعة اللي رح يطبق فيها هذا المشروع وهي بلد مصطفى قبلاوي مدينة الناصر بدون عندنا شك يعني بس مهم التنويه أنه مش السبت القريب بعد بكرة عندما السبت المقبل رح يصير هذا الحدث في التاسع من تشرين أول في مدينة الناصر ويعني الناصر هي واحدة من أربع بلدات رح يطبق فيها هذا المشروع بفعالياته إضافة إلى مدينة البشارة الحديث عن الطيري الطيبة عكة أيضاً رح تكون ضمنه ولا تفاصيل أوفة معنا حسون جابر هزار بدين واسرين حسن مساء الخير أهلاً وسهلاً فيكم إذن يعني التحضيرات على قدم الوساق خلنا نبلش من عندك هزار مركزة المشروع نحكي أكثر للناس اللي عم بيتابعونا شو بنتظرهم في هالبلدات الأربعة وأقرب هالناصر أولاً شكراً كثيراً على الاستضافة أهلاً وسهلاً قبل ما نحكي عن مفهوم صناعة المكان بحب أركز على مفهوم الحيز العام والحيز العام هو كل المساحات العامة إن كان مفتوحة أو مغلقة في المباني العمومية إن كان مستشفى مركز جماهيري محطة بريد وفي الشارع المتنزهات الحضائق اللي هي الحيز العام المفتوح إحنا بمشروعنا نركز على الحيز العام المفتوح نظراً لزروف البلدات العربية نقص الكبير بالمساحات العامة اللي إحنا ممكن نتنزه فيها نلتقي بناس فيها الحيز العام هو منصة مركزية ومرائلة للمجتمع كل الصراعات اللي منشوفها بشكل عام بالمجتمع بتبين أول إشي بالشارع بالحيز العام وكمان كل إشي الحلوة بتبين بالحيز العام إن كان الديناميكية بين الناس إنك تلتقيب شخص جديد إنك تستكشف إيش فيه حوالك فهو موقع جداً مهم اللي للأسف لعدة أسباب مش رح نفوت فيها إسه بس إنه المجالس المحلية عم تفقد قدرتها بالاهتمام بالحيز العام وبصف الحيز العام موجود بأدنى سلم الأولوية صحيح فالهدف من المشروع إنه نرجع نرجع يعني نصلطي الضوء على أهمية الحيز العام ونرجعه نطالب بأنه يكون بأعلى سلم الأولوية يعطيك العافي رح نحكي على كتير تفاصيل كمان ممكن نرجع ونتوقف عند كل فكرة صناعة المكان وحسنون كمان بدنا نفهم منك من وجهة نظرك ليش مهم هذا المشروع يعني الحديث أيضاً بعد شوية رح نحكي عن الانطلاقة من الناصري شو بضيف هذا المشروع للمواطنين لأهل البلد ليش حبيت أنك تكون جزء منه كمان زي ما حكيت هزار الحيز العام والمحل الوحيد اللي ممكن إحنا نجتمع فيه كأهل البلد وجاهياً نشوف بعيد نلتقي اليوم إحنا مثلاً في الناصرة وأفكر المشكلة هي في أغلب بلداتنا العربية عشان نطلع اليوم عندنا حل من الاتنين أو منطلع بريطة بلدنا نصل لبلد يهودية أو بلد كبيرة عشان نتمشى بالشارع أو نقعد في ساحة أو أي فعلية تانية أو الحل التاني اليوم اللي عم نروح عليه للأسف ومجمعات تجارية أغلبنا يعني هذا صار الطلعة تاعتنا هي لمجمعات تجارية ففقدنا هاي أهمية الصحات اللي في بلدنا أهمية الشوارع اللي نقدر نتمشى فيها الأرصفة طبعاً اللي هي اليوم كلها مش موجودة والسيارات احتلتها كل الأجواء الوسخ وكل الأشياء بالزرق فهمية المشروع هو نصلط الأضواء على هاي المحلات أنه في عنا محلات اللي نقدر إحنا بدون ما نركن بس على جهات مسؤولة رسمية نقدر إحنا بتقاطنا إحنا الشوابية تقاط البلد وأهل البلد عشان إحنا نحسن موضعها ونقدر نستغلها أكتر ونلتقي فيها جميل جداً مع أنه كان في تجارب مسبقة بالناصر وبكل البلدات العربية ولابد إستن نستحضر كمان كيف تتحفظه على ديمومة الاهتمام بالمكان بس بدي أنتقل لك سرين متطوع مشاركي وأيضاً ترافقين المجموعات وهون لما نقول مجموعات بعطيني شغور بالأمل يعني أنه فيه مش مجموعة نحكي عن متطوعين وأعداد جيدة اللي جاي تقول أنا كمان بدي أساهم في صناعة المكان شو الواقع عم بيقول بما يتعلق بالمجموعات وأي تأهيل مروا خلال الفترة الماضية بدأ أبلش بأهم شغلي هو كل موضوع مفهوم التطوع قديش مهم وقديش هو سبب أساسي لنجاح مشروعنا واستمراره لحد اليوم إنه الإشي بلش كان بفريق اللي بلش بالأول بلقاءات تعارف وتجابك من بعد ما تبلور الفريق أكتر بلشنا بلقاءات وندوات اللي هي اكتساب أدوات في كل ما يتعلق بكل شيء رح يساعدنا بإنه نستمر في مشروعنا ونقدر عن جد نحققه وننفذه كان إن كان في إدارة حملة إعلامية تجنيد موارد إن كان أكتر نفهم إحنا كفريق اللي هو كتير مختلف الأشخاص كتير مختلفين من شتى المجالات إنه نفهم شو يعني صناعة المكان شو هي المعايير ومن بعدها بلشت إنه نشوف شوف فيه زوايا مهمة لبن ناصرة ونعرف يعني ما كناش بالأول فهمين كيف نختار الموقع الأول المناسب فمن بعدها كان فيه تمرير لهاي المعايير لوصلنا إن نختار متنزحة سليزيان عند شارع رؤوس الجبال اللي تم اختياره عن طريق معايير اللي هون يكون قريب من مباني سكنية من مباني عامة وكمان إنه نشرك الجمهور الموجود هناك بيتم الترحيب في هذا المشروع إيش عم نحكي على الساحل قريبا من النبي سعين؟ اللي منشى مقابل الجامع النبي سعين صحيح جميلة، إيش رح تأمله؟ هناك منطقة جميلة اللي بعرفها يعني هي منطقة؟ وكتير أشخاص هناك بطلعوا بيمشوا فيه أكشاك اليوم موجودة غاد كمان تم تواصل مع هاي الأكشاك وكتير رحبوا في الموضوع رح نزلنا لموقع في ساعات مختلفة إلى فترات مختلفة وكان فيه ترحيب كان مهم نسمع للناس وإحنا اليوم يعني في يوم الانطلاقة من أهم المفاهيم هو إشراك الجمهور يعني إحنا كتير مهم عنا إنه المشروع يستمر ونقدر ننتقل كمان مواقع عشان كي زي ما قلتو إنه نقدر هذا المشروع يستمر ويكون في صيانة محافظة للمشروع لما إحنا منشرك الجمهور إنه إحنا منقوي كل موضوع الانتماء للحيز العامل هذا الإشي للأسف عندنا فجوة وطغارات فيه فإحنا لما منشركها إحنا منقوي كل موضوع ارتباط الأفراد في المساحات هاي اللي إحنا كلنا منستخدمها وكلنا بحاجة لإلها كلنا منحبها كمان وجميلك لما عم نحكي على التفاصيله كأنه عم بصير عندنا مشهد بمخيلتنا تقربيلنا يا أكتر هزار يعني لما منرجع ومنحكي على هذا المصطلح صناعة المكان على المستوى العملي شو رح يصير شو المعايير اللي بتتحددك دخلينا أكتر بالصورة وكيف رح تطبق في البلدات المختلفة صناعة المكان هو كمان يعني زي ترجمة من الإنجليزي المصطلح يعني طلع ببداية السبعينات بس هو موجود بطريقة و بأخرى بكل المجتمعات اللي بالفترات السابقة كانوا هن مسؤولين على إنه يبنوا حارات هنو بالذات كمان المجتمع الفلسطيني بسبب نمط الحياة الحالي الرأسمالي كل واحد مشغول بانشغلاته فإحنا عملنا الحيز العام أسأل الفكرة هي إنه إحنا نرجع نعمل تدخلات اللي هي بسيطة بتصميم الحيز العام وغير مكلفة اللي ما بتطلب كتير موافقات رسمية فإحنا نتخطى العقبات الرسمية اللي عادة المجالس بتواجهها لأنه الموضوع بسيط منيجي من نشوف إيش التصور اللي بدنا إياه من نفكر مع أهل المنطقة ومنيجي من نفذ التصورات بأشياء بسيطة إن كان مرات الإشي بحاجة لتظليل لمقعد طب الإحتياجات يعني بالظبط معتها شديدة على إنه نفوت الهوية تبعتنا كمجتمع فلسطيني بالحيز العام جميل هذا الإشي كثير بشكل طب حسون كأب إحنا مش كثير تربينا على إحترام الحيز العام يعني صالون بيتنا ننظيف غرفتنا ننظيف هذا أمر أساسي بس بطلع الشارع يعني ممكن تلاقي ناس بتفضي كيس سبالي أو بتزيت مكتة أو حتى بتتعامل بنوع من لا مسؤولية مع الحيز العام كوالد موجود أيضا في النصري وإنت اليوم عم بتربي أولاد قد بتفكر فيه عنا قدرة نراهن على جيل حالي وجيل جاي إنه رح يحمل قيم مختلفة للأسف اللي إحنا بنشوفها اليوم هو الإشي بتعلق فينا إحنا وزي ما أنت حكيتها أنا كأب مجبور من جيل سفر أبدأ أعلم ابني اللي هي جملة اللي أنا سمعتها من واحدة من المشتركات معنا في واحدة من اللقاءات إنه هو الحيز العام إذا كل واحد نضف باب بيته إحنا وضفنا كل الحيز العام صح هذا هو الحيز العام؟ بس هذا هو الحيز العام يعني إحنا بنحافظ عن أضافة الحيز العام عشاننا مش عشان الحيز العام وأنا كثير أملي في المجتمع كبير يعني إحنا لما بلشنا في المشروع كان في واحدة من الاقتراحات أو واحدة من الأفكار إنه بدنا نعمل في واحدة من المطلات الموجودة في السليزيان نعمل زي كاعدة اللي هي بتكون مدرج من خشب أو من إشي وبلشت الأفكار تطلع وأول إشي حكينا إنه شو طب شو الميزانية اللي معانا بتكفي بتكفيش قلت لهم إسمعوا أنا بدأ أجرب شغلي خلوا له خرفية الخشب بدأ أشوف شو بالكي بقدرت أساوي في هاي شي ويوم أنا قاعد بشغلي بدأ فات عندي شاب اللي أنا براسي أسأله عنه الخرفية بقول اللي أنا شفت عندك بالفيسبوك في عندكم مشروع قلب بلد شو القصة شو هذا المشروع حكيت له زي ما حكينا لكم بالضبط شوه المشروع كل فكرة بتجنن عن جد كتير حيوية بس اسمع أي شغل بتكوي إياها خاصة ببنك بأي إشي خشب بدكم مش تحيم تعمل منها أشكال بدكم أي إشي بتكوي إياها هاي علي أنا فأنا اللي بقوله زيه كمان كان عندي كتير قصص حكي لقياها نفس مجلات تانية في يوم الانطلاق كنا في حاجة نفتح أكشاك فكنا في حاجة لطاولات فصلت بشاب أنا بعرفه له بأجر هاي شغلته بأجر طاولات بأجر قراسي بأجر هاي الشغلات فصلت أسأله شو الأسعار شو كذا قال لي لي إيش بتبدأك يعني أي برنامج شو الإشي مش رحتل على البرنامج قال لي يعني كم كورسين تبع أي شغل للبلد ولتحسين لتحسين بلدها طيب سنة نهاتي بتحسين عند الشباب والصبايا الصغار اللي عم بيجو يتطوعوا يعني نفس هاي الدوافع اللي بتكون برضو عندهم بدنا نعطي البلد بدنا نعيش في مكان أحسن تحديداً الشباب الصبايا منحس إنه كتير في عندنا هذا الشغف بس المهم إنه ما يقاسوش يعني بيصلوا لمرحلة يمكن إنه هاي المشاريع مش عن جد عن تستمر وهيك فبكون فيها أسماعياً فإحنا بدنا بمشروعنا اليوم إنه نحفز كمان مجموعات مش مضرورة تحت نفس إطار نفس مشروعنا يعني وإنما يكون فيه كمان وكمان مجموعات وممكن كمان نحفز المؤسسات الرسمية والمجالس المحلية لهيك مشاريع فأفكر يعني إحنا كتير عنا هيك أمل المشروعي كان شوي مختلف وفي عنا روح له عن جد بدنا إنه نحقق الإشي والجمهور يكون جزء لا يتجزأ منه وإن شاء الله يكون فيه تعاون من كتير جهات كمان حسنون بدأ أرجع للانطلاقة من الناصري اللي هي زي ما حكينا بالفترة القريبة راح تكون شو فعلياً راح تشهد الناصري في هذا اليوم يوم السبت تسعة عشرة إحنا عاملين برنامج سمناه يوم الانطلاقة الهدف من البرنامج هو إشراك الجمهور نسمع شو بدهن نلم أسماء للأشخاص اللي حابين اللي بعدهم ما سمعوش عن المشروع تعانا وحابين يكونوا جزء ويساعدونا لأن الشغل بالآخر إحنا مش راح نجي بمقاول يعمل الشغل إحنا بدنا نعمل الشغل إحنا كأهل الناصري مش بس إحنا المجموعة ولا راح نخطط لحالنا من فراغ من راسنا إحنا شو بدنا إحنا بدنا نسمع الناس وإحتياجاتها كمان عشان نحافظ على المشروع ويحس الأشخاص يحسوا هذا جزء أهل الناصري يحسوا هذا جزء من هني جزء من هذا المشروع ففي يوم الانطلاق هذا هو الهدف الرئيسي منه راح يكون عدة فقرات ترفيهية ثقافية منها برامج للأطفال ديكون فركة يلا تعمل برنامج لطيف للأطفال ديكون في مشروع كوران الباقي فينا إلى مركز الطفولي ديكون في عرض ستاندب في الآخر لعادي خليفة وفي النص راح يكون مداخل إلى الصحفة وعي العواد كمان عن الحيز العام وعن كيف نحافظ على الحيز العام وكما راح يكون فيه ساحة واحدة من الساحات يكون فيها بسطات وأكشاك اللي تبيع منتجات الشغول كل هذا لسابين واحد هو إشراك الجمهور والتاني عشان نشوف شو شوفي هنا بوتينشيل في المحل انه تعال شوفوا شو ما نقدر نساوي عبارة عن رؤية يعني عمليا النهار هذا هو بشمل كمان انه الناس تلتقي كمان محل مركزي لنشطات ثقافية وهذا المحل بعد كمان يتضبط أكتر وقتها بتصير جذاب بتصير الناس تتشجع انه كمان النشاطات المجموعات الشببية اللي تتقوم تعمل نشاطاتها بالحيز نحن فاشحج نظلنا مسكرين على حالنا عادين بغرفة مسكرة يعني نقدر نقول الدعوة مفتوحة لأهالي مدينة الناصر انه يتواجدوا يوم السبب 9 أكتوبر الناصر وبريت الناصر لكل ندعيكم أهلا وسهلا طيب في بلدات عندهم يستنوا يصبروا عبارة تصير من ناصر مليئة حركة تصير بدون علاقة هزار بديم سيرين حسن وحسن جادر كل النجاح والتوفيق بتكبروا القلب هاي الطاقات اللي من رهن عليها للزمن يعطيكو ألف حافظ يعطيكو العافظ شكرا لحضورك شكرا لك وما نزل نصل الضوء على قضايا الشباب وأيضا مبادراتهم ونتحدث الآن عن أجنحة كريمبو وهي حركة شبيبة تقود تغييرا اجتماعيا وهي الأولى من نوع الأطفال وأبناء الشبيبة مع وبدون احتياجات خاصة صحيح يا مصطفى وهي كل حديث عن نشاط اجتماعي ثربوي غير رسمي اللي بيستقطب بأطفال ذوي تحديات أيضا وبهدف لها تطوير مهارات الاجتماعية المهارات بينين وبين أنفسهم وأيضا بينين وبين المرشدين اللي برافقوهن وبعد كتير تفاصيل رح نعرف عن هذا المشروع مع ضيفنا ومن ضيفنا عبد يسين منصق استراتيجي للتربية اللامنهجية في بلدية عربي وأيضا خريج برنامج طلائعيون للتربية اللامنهجية أهلا وسهلا فيكم يعني عبد بجملتين حتى هيك الجمهور اللي عم بتابعنا كمان يعرف شو المشروع بالتحديد برنامج أجرحة كريمبو هي حركة شبابية اللي تهدف إلى دمج ذو التحديات مع الشباب بدون إعاقة الموجودين داخل المجتمع من نفس الجيل المبنى التنظيمي تاع الحركة هو أنه كل شخص من ذو التحديات موجود مع الشخصين اللي برافقوه بشكل فردي خلال اللقاءات الأسبوعية اللي هني لقائين بالأسبوع اللي بلتقي فيه ذو التحديات مع المرشد مع المرشد وخلال اللقاءات بيكون هناك فعاليات اللي بتشتغل على الأشياء الحسية والذهنية والحركية لذوي الاعتجات الخاصة وهناك بيكون الهدف إعطاء هنالمنصة لإخراج الأشياء اللي مكبوطة داخل داخلهن جميل هذا بكبير إبراز الإبراز الأشياء الإيجابية الموجودة داخلهن يعني عم نحكي على مستوى مدينة عرابي عبادي يعني جمهور الهدف هو هذول الأطفال اللي مع تحديات ووه بدون تحديات من عرابي طبعا الحركة هي حركة قطرية موجودة 14 فرع داخل المجتمع العربي من النقب والمثلث والشمال الفرع بعرابي أجت الفكرته من من قبل سنة أنا بلشت شغل بعرابي قبل سنة بريد عرابي البرنامج موجود ببروسي من قبل ثلاث سنين بسنة أولى ضمن برنامج طلاق عيون التربية اللامة النهجية شفت نشاط الحركي داخل مدينة شفاعمار من هناك كانت الفكرة أنه بأي بلدية أو بلد اللي أنا راح أتواجد فيها راح أعمل كل جهدي لإخراج المشروع للنور ودمجه داخل البلد نفسها طيب ليش؟ يعني منشوف مشاريع كتير وقليل ومنعرف أنه طبعا في حاجة لسد الفجوات وتقريب يعني فئة أصحاب الاحتياج الخاص مع أشخاص بدون إعلاق وكمان يكونوا أكثر شركاء مع بعض ولكن أنت من أي منطلقت طلعت عليها أنه هذا المشروع بالذات يعني ضروري يكون في كل بلد ببداية عملي داخل باريت عربي قمت بمسح كامل الاحتياجات اللي موجودة داخل بلد بالتربية والتعليم ولقيت أنه هاي الفئة من الشباب بش موجود عندهم إطار لمنهجي اللي ممكن يغطي أو أوقاتهم بعدين ما يروحوا من التعليم بالمدرسة اللي موجودين فيها فأجيت قلت أنه طيب إحنا فيش عندنا هاي فيش عندنا هاي الإطار اللي يعطيهن المساحة والوقت تغطية الوقت بتاعهم بعدين الظهر فهاي فرصة إنه نعطيهن هاي المنصة تعليم ونعبي ساعات الفراغ اللي موجودة بعدين تعليم وتوفروا لنهي الإمكانية المهمة جدا سؤال عبد هل المرافقين أو المرشدين بمرقوا تأهيل معين أم هني أشخاص مهنيين بمجالات مختلفة طبعا المرشدين والمركز تاعة المشروع خلال السنة المشروع بلشنا نجند إحنا بالمركز والمرشدين اللي هني بصف 9 و 10 من شهر ثلاثة مرقوا دورات استكمال اللي من خلالها هين بتعرفوا كيف يتعاملوا مع هاي الفئة من المجتمع شوال آليات والأدوات المهنية اللي ممكن يقدموها من خلال فعاليات من خلال التعامل من خلال كيف ممكن يستقبلوا ويدمجوا هاي الفئة داخل المجتمع من خلال فعاليات اللي منهجية اللي بقدموهن إياها ولحد اليوم هني بعد بمرقوا هاي الدورات للاستكمال وكل سينة راح يكون في عندهن زي سمينارم اللي هني بطلعوا فيها على سمينارم مبيت اللي بطلعوا فيها بأخذوا استكمال بالإضافة للاستكمال اللي هو بشكل دوري مهمة في ملاحظة كثير مهمة اللقاءات الثنين بش باللقاءات الثنين بيكونوا ذوي احتجات الخاصة موجودين باللقاء الأول بيكونوا الشباب المرجدين باللقاء الأول هناك بلخصوا وكان بالأسبوع اللي قبل بيحكوا عن الأسبوع اللي بعده شو بدي ينسى وباللقاء اللي بعده بدرسوا الفعاليات اللي راحين يمرقوها كانوا في متابعة في متابعة كل الوقت سيرورة اللي هي اللي هي بعملوها خلال العمل نفسه عبد سؤالنا الأخير بس بدي أفحص رؤيتك بعرف أنك مش مسؤولة عن الموضوع بناء على هيك وإنت عم تطلع على المشروع نفسه سواء لما شفته وراقبته بشفه عمر أو اليوم بعراضي هل بتفكر إحنا بعاد عن الدمج الحقيقي اللي منحنا نشوفه سؤال جدا بعت هيك نظرة لبعيد أنا شايف أنه بالتربية اللي منهجية ككل بش بس معاي الفئة إحنا موجودين بنقطة البداية كان من قبل أربع سنين خمس سنين فات بردامج تحديات على المجتمع العربي ضمن قطة 92 اعطى شوية دفشي للتربية اللامنهجية داخل المجتمع بدنا أخرى دفشات عشان نعبي ندمج التربية اللامنهجية داخل مجتمعنا وبراية دمج الشباب وإعطوه أنه الأطور اللامنهجية رح يقلل من ظاهرة العنف الشاب اللي بيجي بتطوع اليوم بأجنحة كريمبو بعرابي بسعتين بعدية ظهر مرتين بالأسبوع يعني عنده أربع ساعات بالأربع ساعات أظهر هو موجود داخل إطار اللي اللي عم بيختم فيه مجتمعه محل ما يكون بمحل اللي بيظهر فيه مجتمعه بعلمه بربي عبد ياسين بالنجاح دائما شكرا 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 عبد يعطيكو العافية شكرا وهيك مع هاي الفقرة ومع هاي المشاريع الهادف اللي احنا دايما نقول مبارك ونتمنى أنه دايما الجهود هيك تصب بمثل هاي المشاريع اللي بالنهاية تعود بالفائدي على أكثر من شريحة وأكثر من مستوى اللي عم نتحدث عنه سلما لختام هاي الحلقة من برنامج البابع الوقت مرساري عبد أمل كمان مشاهدين ومشاهداتنا حسوا هيك وأخذوا كمان حصة كبيرة من الفائدة والمتعة والمعلومات الجديدة نلتقي الأسبوع المقبل على خير إن شاء الله إلى اللقاء